تباينت ردود الفعل حول الحملة الأمنية التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيقاف ظاهرة السلاح المنفلت وإعادة هيبة الدولة فالحملة التي لم تتعرب حتى الآن لفصائل وتنظيمات مسلحة تهدد الأمن العام لم تحصد سلاحا ثقيلا أو صواريخ الكاتيوشا التي تعد أحد أهم مقوضات هيبة الدولة وسيادة القانون فيما رآها آخرون خطوة كبيرة بالاتجاه الصحيح للبدء بسلاح العشائر التي تستخدمه في نزاعاتها المسلحة وعلى الرغم من كون الحملة الأمنية التي بدأت في محافظة البصرة وشهدت عملية أخرى في منطقة الحسينية ببغداد بدت روتينية إلا أنها هددت بإمكانية اتساعها والتوجه نحو مرحلة متقدمة تستهدف التنظيمات المسلحة خارج إطار الدولة والجماعات الخارجة عن القانون وهو ما يجعلها في نظر خصوم الكاظم تهديدا سياسيا وليس عملا أمنيا وذلك في ظل الاتهامات الواسعة للأجنحة المسلحة المرتبطة ببعض الكتل بعمليات اغتيال النشطاء والمتظاهرين هذه القضية التي أكد الكاظم أنها جزء من تركة ثقيلة وارثها من الحكومات المتعاقبة مثل التحدي حكومي قد يكون النجاح فيها إثبات على إمكانية الأجهزة الأمنية في أخذ دورها في ضبط الأمن وحفظ القانون وهو ما يعطي دفعة لتلك القوات لتحقيق مزيد من الخطوات الناجحة على الرغم من صعوبة العراقيل التي يضعها حملة السلاح وأمراء الحرب في العراق